السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في لمة العيلة للشرحات النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نعمل المشروع البحسي المطلوب من الصف الثالث الإعدادي الموضوع سهل جدا هنستخدم فيه الكتاب المدرسي واللي احنا درسناه في الترم الأول والترم الثاني لحد ما احنا توقفنا لازم نختار موضوع واحد بس الموضوع ده بيكون شامل المواد كلها العربي والحساب والعلوم والدراسات ممكن نعمله كطالب واحد وممكن المجموعة يشترك فيها ثلاث طلاب من نفس المدرسة في عندنا بحث بيتكلم عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية احنا بنتكلم فيه عن ايه؟ هم ايلي لك ان التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول فبناء علي الدولة الوزارة حطيت لك ثلاث نقاط هامة هنتكلم فيهم في البحث بتاعنا أول حاجة هتستعرض الأثار الإيجابية والسلبية اللي نتجت عن استخدام التكنولوجيا دي بأول حاجة احنا محتاجينها الأثار الإيجابية والسلبية تمام؟ تاني حاجة هنعمل مخطط أستخدم فيه الأشكال الهندسية اللي درسناها احنا درسنا إيه السنة دي؟ درسنا الدايرة؟ صح؟ احنا هنستغل شكل الدايرة وهنستغل المستطيل وهنعمل فيهم رسم توضيحي أبين الأثار الجانبية والسلبية اللي استخدمناها أو بيانت لنا استخدام التكنولوجيا في حياتنا الموضوع سهل جدا أسهل ما تصوره وفي الآخر هنكتب فاقرة باللغة العربية وإحدى اللغات اللي احنا درسناها في المشروع بتاعنا أو في الدراسة بتاعتنا سواء إنجليزي أو فرنسوي أول حاجة بنروح على موقع الوزارة هسيبه لكم في صندوق الوصف اللي فيه النمازج أو الأوالب اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل البحث بنروح عند الصف الثالث الإعدادي بلاقي في القلب الأول والتاني والقالب الثالث أو النموذج الثالث إحنا لو رجعنا هو طالب مننا هنا البحث رقم واحد البحث رقم واحد بناء عليه لما يجي اختار القلب بتاعي من الموقع هختار الآلب الأول لأن الآلب الأول مختص بالبحث الأول اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو التكنولوجيا والعلوم في حياتنا وإجابياتها وسلبياتها بندوس عليه تحميل بيحمل معانا عادي خالص وبيجي عندنا ملف مضغوط بالشكل ده بنفك الضغط اللي عليه بيطلع لي ملف ورد ملف ورد قابل ان احنا نعدل فيه بنعمل له استخراج هنا ونبتدي نطلع الملف اللي فيه بيكون الملف بالشكل ده ملف ورد نفتح ملف ورد بيكون الملف بالشكل ده اول حاجة بدوس تمكين التحرير عشان اقدر ان انا اعدل فيه او اكتب فيه اللي انا هكتبه بعد كده بيكون فوق بيتأكد المكتوب الصف التالت المشروع بتاعي ايه وعنوان والرقم التعريفي وبعد كده المقدمة بتاعتي بيكون كل جزء مكتوب فيه عدد الكلمات وهنشوف مع بعض هنتعرف ازاي على عدد الكلمات او نعدها ازاي بطريقة سهلة بعد كده العناصر الموضوع اللي هنتكلم فيه او اللي هو صلب الموضوع من 700 ل 800 كلمة برضو هنعرف ازاي نحسب الكلمات وبعد كده هو هتطلك مكان تحط فيه الصور اللي انت حابب تدعم بيها المشروع البحسي بتاعك وبيكمل معاك نص المشروع ولو فيه عندك صورة تاني او رسم بياني وبعد كده بيحط لك النتائج اللي انت توصلت لها في البحس بتاعك واخر حاجة بيحط لك المصادر يعني جبت المعلومات بتاعتك منين وانا احبز ان افضل مكان للمعلومات الكتاب المدرسي او البواب الرقمية بعد كده اول حاجة العنوان بنقول اول حاجة بنتأكد ان هو للصف الثالث وان ده المشروع بتاع الاول بتعلوها للبيئة العلمية والتكنولوجية لازم اتأكد منها ان انا كن محمل قلب مظبوط بعد كده العنوان انت بتحط عنوان براحتك خالص انت حر فيه فانا كتبت بالعلم والتكنولوجيا انا ابني مستقبلنا وبعد كده تاني خانة او تاني بعد كده الجزء اللي بعد كده بنحط الرقم التعريفي بنفتح الموقع ده هسبولكم في صندوق الوصف بتكتب رقم القومي هنا على اساس هنجيب الكود وبنكتب سنة الميلاد اللي تولد فيها الطالب وشهر كام ويوم كام وبعد كده بنختار منطقة الميلاد مش المنطقة اللي موجود فيها حاليا لا المكان اللي تولد فيه زي ما هو موجود في شهادة الميلاد وخلاص بنقول تسجيل الدخول بيطلع للكود باخد الكود وبكتبه هو الرقم التعريفي او هو الكود الطالب هو اسمه وهو بياناته كان رقم الجلوس بعد كده بنتنقل ان احنا بنكتب المقدمة بنكتب مقدمة للموضوع ككل من خلال فهمك ليه ممكن تخليها الاخر جزء علشان تقدر تكون لمت بالموضوع هو اي من سبعين لتمانين كلمة طيب هل انا هقعد عد بالكلمة لا احنا بنعلم على الجزء اللي احنا عاوزينه دون نعرف فيه قد ايه كلمات وبعد كده بنوصل تحت بنشوف برنامج الورد بيقولك ان الجزء المظلل دون هو عدد الكلمات بتاعته كذا من المجموع الكلي للناس طالما انت مظلل الجزء ده يبقى ده اسهل شيء ان انت هتقرف بعدد الكلمات بعد كده خلصنا المقدمة بننتقل للجزء التاني هو عناصر الموضوع قلنا من سبعمية لتمنمية كلمة نفس الشيء لو عاوزين نحسب الكلمات في الاخر بيديك المجموع الاجمالي بعد كده بنروح نكتب ايه هي الاصاري الايجابية لاستخدام التكنولوجيا وبنبتدي نقسمها في نقط وبنراعي ان احنا نحط بشكل جميل ونخلي بالنا من الاخطاء الاملائية علامات التركيم الفواصل كل دون بيبقى عليه تقدير ليك في البحث مش لازم نجيب كوبيو بيست ونحط ما ينفعش ياريت الطالب يتعب وليه الامر يساعد وبعد كده بنجيب الصور بنحطها هنا طيب الصور دي انا جبتها ازاي الصور دي اسهل طريقة بتروح في جوجل في بحث الصور بنكتب مثلا التكنولوجيا والصحة وبندوس هنا صور بيبتدي يظهر عندي صور كتير للصحة بتختار الصورة اللي انت عاوزها بتاخد اي صورة انت تعجبك وبتاخدها وبتحملها دون لود وبعد كده بيبقى عندك في نفس الملف اللي بتعمل فيه البحث عشان تبقى تعجبها بسهولة وبناخد العناصر بنروح لمكان الصورة وبنختار ادراج وبنحط الصورة بتاعتنا حطينا الصور اللي بتدعمنا كده ان هو بنحكي عن ان التكنولوجيا قربت الناس من بعضيها وسهلة التواصل وسهلة التعليم عن بعض بعد كده بنكمل مزايا التكنولوجيا زي ما احنا ماشيين ممكن نحط صورة تاني بيبين ان التكنولوجيا بقى لها دخل في المجال الصحة زي ما احنا بنتكلم وبعد كده بننتقل لجزء الاثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا عشان نكون حق انا اول نقطة مطلبة مني في البحث اللي هي الاثار السلبية واليجابية لاستخدامنا للتكنولوجيا وقلنا لازم ان احنا يكون فيه تنصيق بعد كده بنيجي هنا هو قالك استخدم صام المخطط من الاشكال اللي هندسال انت درستها بتبين فيه الاثار السلبية اللي بنوظف فيها التكنولوجيا بالعربي وبالانجليزي فانا جيت هنا لحظة جيت هنا كتبت بالعربي الاثار الإيجابية وتحتها بالانجليزي في دايرة وعملت مستطيل وكتبت ان هي سهلت التواصل الاجتماعي سهلت التعليم عن بعض وفي الاثار السلبية نفس الشيء وكل واحدة منهم خدتها ومن الانجليزي اللي درسناها بنبتدي او بنستخدم الانترنت ترجم الكلام وبنحط كل واحدة تحتها التانية بقى عندي شكل توضيحي في عربي وفي انجليزي لو بتدرس فرنساوي ممكن ان انت تكتب بالفرنساوي حسب اللغة اللي انت شغال بعد كده بنكتب الفقرة في الاخر باللغة العربية واللغة الانجليزية هنكتب فيها ايه هنكتب اهم حاجات احنا تعلمناها في البحث شوف انت استخلصت ايه في الاخر وهنبتدي نكتبها في هيئة نقاط باللغة العربي وبالانجليزي او بالفرنساوي لو انت بتدرس بالفرنساوي الموضوع سهل زي ما احنا شايفين كده كتبناها وبنيجي تحت بنكتب المصادر الكتاب المدرسي محرك بحث جوجا للمكتب الرقمية اللي حطته وزارة التربية والتعليم وبعد كده بندوس حفظ لما بنيجي نحفظ بقى بخلي بالي جدا من طريقة الحفظ احنا بروح لبي دي اف بي دي اف يا جماعة مش ورد مش ملف ورد بدي اف وبنسمي وبنبتدي نحفظه ليه بدي اف عشان محدش يعدل فيه بعد كده خلاص ان احنا لما نبعته يبقى ده معروف ان الكود بتعمل بيطلع عندي بحث كده رقم واحد اللي احنا كتبناه الاسم بتاعه بنفتح نشوف ملف البي دي اف بلاقيه بالشكل دون خلاص ده شكله النهائي اه نقدر نشوفه كده الموضوع ورقم التعريفي المقدمة اللي انت حطتها اه النقاط اللي انت حطتها خلاص هو كده بقى جاهز للتسليم والصور موجودة كل اللي انت انتظره يوم الاتنين او وقت ما يعلنه عن طريقة التسليم سواء عن موقع الانترنت او باليد سهل جدا ان احنا ناخد البحث بتاعنا اه اه نصوره اه بالتليفون نعمله سكان الموضوع مش صعب مش مستهل ان احنا نطلب مساعدة من حد لو حد هيساعد باولي الامر اه اه اتمنى اكون ادرت اه اوصلكم ابسط طريقة نعمل بها البحث واي حد عنده اي مشكلة في البحث او مش عارف يعمله معكم في التعليقات وما تنسوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله